اهلا بكم الى تفاصيل الخبر اختطى ثقيد الصحافة الوطنية مختار النقي مسارا اعلاميا مهنيا شاقا ومجازفا على خطوط النار وفي دروب المتاعب وقلب المخاطر المحتقة ولقد جسد النقي في مسيرته النضالية معنى ان يكون المرء صحفيا بمفهوم النبل والفداء والتضحية في سبيل القيم الانسانية السامية والدفاع عنها بالكلمة الباسلة التي لا تهدأ ولا تهادن تظاهرة الكترونية واسعة تخليدا لفقيد الصحافة الوطنية الاستاذ مختار النقيب واحياء لمآثر نضاله الاعلامي وقلمه الثائر في الذكرى السنوية الاولى لرحيله والفقيد مختار النقيب قلم صحفي مناضل من اول حرف الى اخر كلمة وله في مقارعة الفساد والانتصار لحقوق الانسانية والحريات الاعلامية والقضايا الوطنية وهموم الناس صولات لا تنكر وجولات هي اكثر من ان تذكر بشغف طفولي مبكر تعززه هواية مندفعة وموهبة لامعة استل النقيب قلمه الصحفي من وسط الجمر بروح مشتعلة قارئا نهما تنام على صدره مطبوعات الصحف المحلية والدولية وينبض قلبه بخفقات اوراق المصحف واي القرآن ثم لما استوى ولع القارئ الصحفي على عود القدرة وميقات الممارسة انبثق الكاتب المبدع من قلب الميدان والحدث مراسلا لعدة صحف قبل ان يؤسس موقعين اعلاميين رأس تحريرهما الى جانب انتخابه رئيسا للدائرة الاعلامية في التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة البيضاء وبمصاولته صحفيا مسيرة الكهنة الحوثيين وتعريت جرائمهم صار مختار النقيب على رأس قائمة الاعلاميين المستهدفين من فوهات البنادق الميليشاوية المتوردة وقد ناله منهم اذى كثيرا في مصادرة الممتلكات ونهب البيت وتشريد العائلة ونزوحه عن الديار واذ عكست التظاهرة الالكترونية عرفان الاسرة الاعلامية ووفاء زملاء المهنة ومحبي الفقيد احتفاء واحياء لمسيرته النظالية اللامعة بشجاعة الكلمة ونزاهة المهنة وشرف الحبر وقداسة القلم ستبقى سيرة الصحفي مختار النقيب تأكيدا تاريخيا على ان مداد الاقلام الصحفية الحرة ليست باقل قيمة من دماء الشهداء شكرا لزملاء على هذا التقرير ومشاهدين الكرام حول هذا الموضوع اصدنا لكم فيه اراء الشارع نستعرضه سويا من خلال هذا الاستطلاع هذه الايام من احتفائية بذكرى الراحل الاستاذ مختار النقيب هي احياء لادواره النظالية في مواجهة السلالة الكهنوتية الاستاذ مختار النقيب كان احد رواد الاعلام في اليمن وكان له دور في مواجهة هذه السلالة حتى انه لم يسلم من اذاها سودر منزله وتم اقتحام منزله ونزح كذلك الاستاذ مختار النقيب لسبب معروف وهو ادواره النظالية في مواجهة هذه الميليشيات كذلك الاستاذ مختار كان يحمل فكرا متنورا وهذا ما جعل الميليشيات تنتقم منه فنقول رحمة الله على المجاهد البطل الشجاع مختار النقيب الذي كان له دورا في ميادين الشرف البطولة فكان يزور الابطال الشجعان في ميادين الشرف ويرفع عندهم الروح المعنوي فله دورا عظيم في جهاد الميليشيات الانقلابية لو تكلمنا عن الجانب من الاخ الزميل مختار النقيب فهو رجل معروف في الميادين قاوم وناضل ضد هذه الميليشيات الحوثية الارهابية ورجل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يترحمه وان يغفر له وان يجعله من اهل الجنة ومواقفه معروفة في الميدان وقف مواقف يعني نبيله مواقفه صادقة والجميع يشهد له في الميدان رجل صادق رجل صاحب عند كلمته رجل صادق في قضيته من اول شرارة من اول شرارة الحرب فنقول رحمة الله عليه ورحمة على جميع الشهداء شكرا لي يا زملاء على هذا الاستطلاع اذا مشاهدين الكرام من تفاصيل خبر الى حكاية بوست اهلا بكم الى هذه النافذة مشاهدين الكرام ولن نذهب بعيدا عما تحدثنا به في النافذة السابقة من تفاصيل خبر اليوم في حكاية بوست سوف نتناول بعض ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي عن الذكرى الاولى لرحيل الصحفي مختار النقيب محللون السياسيون وعسكريون وصحفيون ونشاطات فعلوا على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبوا عدد من التغريدات نستعرض لكم بعض منها وبداية من ناصر علي الاعلامي مختار النقيب رمز للحرية والتسامح ظل طوال حياته يدعو الى وحدة الصف ونفذ الفرقة وتعزيز قيم التعايش كان صاحب خلق ودين يشهد له بذلك كل من عرفه او تعامل معه الصحفي مختار النقيب باختصار قصة كفاح ملهمة للاجيال ومسيرة نظارية حافلة بالعطاء وملئة بالدروس والعبار نايف عيضة العماد ايضا في تغريد له قال قبل ان يكون مختار النقيب صحفيا واعلاميا كان انسانا لطيفا صاحب اخلاق عالية وصفات نبيلة محب للناس والمجتمع من حوله وايضا عبد الحميد الاشول في تغريد له قال لم يكن الاعلامي المرحوم مختار النقيب يحمل هم نفسه او هم حزبه او محافظته بل كان رجل يحمل هم وطن وامه عاش لقضيته وانحاز للوطن والشعب في كل منعة تفواجها كل الاخطار المهددة للوطن والشعب بقلمه الحر ورأيه وفكره المستنير بكل شجاعة واخلاص ايضا عبدالله المونيفي في تغريد له قال في ذكرى رحيل الزميل الصحفي مختار النقيب في هذه الذكرى المؤلمة نتذكر بعض مواقفه الوطنية الخالدة ومناقب سيرته العطيرة التي خلدها التاريخ للاجياء المتعاقبة من بعده يحيى السقير في تغريد له قال من منا لم يطلب من مختار الدعم في ليل او نهار ولم يسارع في تلبية الدعوة مباشرة العمل وفي نفس الوقت تلتفت فتجد أن ذلك لم يتغير من حضوره اليومي في كل المهام والواجبات يا لها من هم تتقاصر أمامها همم الفئاب من الناس لقد كان مختار النقيب بحجم أمه محمد عبد الوهاف في تغريد له قال رحمة الله تخشى زميرنا مختار النقيب كان شعل من العمل والنشاط افتقدناه كثيرا وافتقدنا عمله الذي كان يقدمه يوميا وإيضا تغريد أخرى لوكيل وزارة العلامة دكتور محمد قيزان قال فيها في الذكرى الأولى لوفاته لا نملك إلا دعا له بالرحمة والمغفرة وتذكر سجاياه وصفاته العظيمة عملنا معا في حقل الإعلام وعرفته خلوقا بشوشا كريما شجاعا مضحيا محبا لعمله ولزملائه ولوطنه فرحمة الله تخشى عبد الكافي مرشد أيضا في تغريد له قال تميزة مختار النقيب رحمه الله بالهمة العالية ودمثة الأخلاق وبعد النظر وجودة التعبير وجمع الكلمة وتوجيه المتابعين نحو الهدف حتى صار علما في ميدان الصحافة كاتبا وناقدا وموجها ومؤثرا في جين كبير من الإعلاميين والمتابعين والمحبين والصحفي الزميل خالد العلواني في تغريد له قال كان شعل من النشاط منذ عرفته في جامعة صنعاء ويحمل هم وطنه وأمته ويسعى لتقديم نموذج مشرق للمسلم المشتغل في أشياء العام ولقي ربه صائما رجاء عفوه ورحمته وكرامه رحمه الله تعالى اشتركوا في القناة